على مفترق الطريق بين استمرار الحرب والتوقف عند محطة سلام مرتقبة اختر الرئيس هادي تعقيد المشهد بشكل غير متوقع قرارات مفاجئة جاءت بالجنرال صاحب الشخصية الاكثر اثارة للجدل الى منصب لا يريده فيه الكثيرون في تأكيد على مقولة هادي قبل ايام بداية لكل شيء فيما كان بن داغر المنشق عن صالح اخيرا يتسلم رئاسة الحكومة بديلا لبحاح الذي جاء الى منصبه بعد اتفاق السلم والشراكة الموقع على صوت رصاص الميليشيا ويتشتاح العاصمة في اول ايام انقلابها الاداء الحكومي الذي كان السبب الرئيسي لتغيير رئيس الحكومة بحسب ديباجة القرار الرئاسي لانتظر الكثير ان يتغير فيه مع الاكتفاء بتغيير رئيس الوزراء وبقاء كل وزراء الحكومة في مناصبهم فيما سيكون من الصعب التخمين بان رؤية بن داغر تختلف عن رؤية بحاح في كثير من الملفات العالقة خصوصا ما يتعلق منها بالمقاومة هذه التغييرات في التشكيلة الاعلى لسلطة الشرعية تختزن الكثير من الدلالات ومعها لا يمكن التنبؤ بأي اتجاه سيمضي مسار التسوية المرتقبة والتي ستعقد جولة حاسمة في الكويت ناية الشهر الجاري كما هو مفترض وبين من يرى تعيين محسن دفعة اخرى لمسار الحرب وقطعا للطريق امام مطالب مغادرة هادي للمشهد السياسي وتنزله عن منصبه لنائبه الذي كان خالد بحاح لما قبل ساعات فقط وهما صار الان ابعد مع تعيين الخصم الاول للانقلابيين في صنع مكانه وبين من يرى تعيين بن داغر اشارة لرغبة في ابقاء طريق التسوية مفتوحا تبقى كل الاحتمالات واردة ولا تنتصر هذه التغيرات لأي من الخيارات القائمة حاليا